قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش إن الجوع في العالم وصل إلى مستوى جديد مرتفع يستدعي تضامنا عالميا لمكافحة تنام الأمن الغدائي وأوضح الأمين العام الأممي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغدائي الشديد تضاعف ليصل إلى 276 مليون شخص في الوقت الحالي للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا زميلة مريم تسوري مساء الخير مريم خير إيمان أهلا بكم مشاهدين أعدد الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام بشكل يومي حول العالم بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق والأمم المتحدة تتوقع أن تصل هذه الأرقام إلى مستويات جديدة ومرعبة مع الأضرار التي تسببها الأزمة الروسية الأوكرانية على إنتاج الغذاء العالمية وفق الأمم المتحدة تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في غضون عامين فقط فقد ارتفع من 135 مليون شخص قبل وباء كوفيد-19 ثم إلى 193 مليون شخص في 2021 ليصل إلى 276 مليون شخص في الوقت الحالي السحل الإفريقي من بين أكثر المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة حسب تحذيرات وتقديرات أممية سيواجه نحو 18 مليون شخص بالمنطقة انعداما حدا في الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ومن المتوقع أن يعاني 7 ملايين و700 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية منهم مليون و800 ألف يعانون من سوء تغذية الحد وقد يصل هذا الرقم إلى مليونين و400 ألف طفل بحلول نهاية هذا العام في حال لم يتم توسيع نطاق عمليات المساعدة والوضع الذي وصل إلى مستويات مقلقة كان في كل من بوركنافاسو وتشاد ومالي والنيجر تتحدث الأرقام عن أن ما يقرب من مليون و700 ألف شخص سيعانون من مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي ما بين يونيو وغشت القادمين هذه الوضعية الكارثية دفعت بمكتب تنصيق الشؤون الإنسانية إلى تخصيص 30 مليون دولار من الصندوق الأممي المركزي لمواجهة الطوارئ لهذه البلدان الأربعة كمساعدة في تلبية الاحتياجات الأمن الغذائي والتغذية الأكثر الحاحن ليصل إجمالي ما تم تخصيصه من الصندوق لمنطقة الساحل الإفريقي إلى نحو 95 مليون دولار منذ بداية العام ومن بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى تسجيل هذه الأرقام الكبيرة في أعداد الأشخاص الذين يعانون الجوع في أكثر من خمسين دولة ومنطقة حول العالم تلك المرتبطة بشكل كبير بالصراعات والحروب والأمم المتحدة تحذر مرة أخرى من أن عدم إطعام السكان يغذي هذه الصراعات ويفاقم الأزمة أكثر كذلك نجد أن حالة الطوارئ المناخية هي محرك آخر للجوع في جميع أنحاء العالم وحسب الأرقام الرسمية تأثر مليار ومئة مليون شخص بالتقس القاسي والكوارث المتبطة بالمناخ على مدى العقد الماضي أمام هذه الحصيلة الأخذة في الارتفاع من سنة لأخرى دق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش نقوص الخطر معتبرا أن مستويات الجوع في العالم وصلت إلى مستوى مرتفع جديد يستدعي معه تضامنا عالميا لمكافحة تنامي الأمن الغذائي شاهدين شكرا لكم على المتابعة عودي لكيم شكرا لكيم ماريان من التقيقي في مواعيد إخبارية لحقة